بسم الله وصلاة واسلام على رسول الله الصيغة الكيميائية الصيغة الكيميائية لأي مادة أو لأي مركب بنستخدم فيه ثلاث طرق لتوضيح الصيغة الكيميائية الطريقة الأولى هي الصيغة البسيطة والطريقة الثانية هي الصيغة الجزائية ودي اللي بنكتب وديت اللي مشي في الكيميا والصيغة البنائية أو التركبية دي اللي غالباً بنستخدمها في الكيميا العضوية الصيغة البسيطة يعني بنكتب فيها العناصر اللي موجودة ونسبة كل واحد فيهم معبر بأبسط عدد صحيح يعني مثلا C2H6 دي كده زي ما هي وانا معبر عن الكربون بالعدد بتاعه والهيدروجين بالعدد بتاعه اسمها الصيغة الجزائية طب ازاي الصيغة الجزائية تحول الى الصيغة البسيطة بانك تقسيم الرقمين الموجودين جنب كل عنصر على أكبر أكتر عدد صحيح يمكن القسم عليه هما الاتنين أعداد زوجيهم ثم قسمتهم على الاتنين يبقى لو أسمت الاتنين على الاتنين هتديني كربونة واحدة لو أسمت الستة على الاتنين هتديني ثلاث هيدروجينات يبقى سيئة شسري يبقى السيئة شسري دي بالنسبة لي هي صيغة بسيطة أو أولية لعنصر الإيثان لعنصر الإيثان لمركب وليس عنصر لمركب الإيثان وهي صيغة بسيطة ليه؟ لأن نسبة العناصر فيها مركبة ومعبر عنها بأبسط عدد صحيح هل يمكن استخراج الصيغة الجزائية اللي هي اللي فوق من الصيغة البنائية لو جات لي في المسألة أقدر أجيبها وهعرفكم بنجيبها الزي عندي حاجة تانية اسمها الصيغة البنائية وديت بيبين فيها طرق ارتباط الزرات مع بعضها زي هنا مثلا هنا دي كربون ودي كربون والاتنين متصلين مع بعض بربطة صنائية علشان كده كاتب لك ربطة صنائية لو هعمل المركب دهو عن طريق الصيغة البسيطة هيبقى عبارة عن سي إتش تو لإن هو بتكون من زرتين كربون وأربع زرات هيدروجين يعني C4HC2H4 بعد كده أسم الاتنين على الاتنين طلعت لواحد وأسم الاربع على الاتنين طلعت لتنين ودي الصيغة البسيطة للمركب أما الصيغة الجزائية بيكتب جنبها عدد زرات كل عنصر بدون تبسيط عدد زرات كل عنصر بدون تبسيط يبقى احنا كل صيغة كيميائية لو جابتلي شكل الزرات مو هي مرتبطة ببعضها بالطريقة دي اسمها صيغة بنائية لو جابتلي صيغة محدد فيها كل واحد فيهم بابسط عدد صحيح تبقى اسمها صيغة بسيطة لو جايبالك كل زر جنبها عددها يبقى دي صيغة جزائية عايزة السؤال حيقوللي ازاي يعرف الصيغة الجزائية من الصيغة البسيطة لازم يكون ايلك في المسألة لان مثلاً هي هيها الصيغة الجزائية للصيغة البسيطة هي هيها الصيغة الجزائية فما تقدرش تحكم هي دي صيغة بسيطة ولا صيغة جزائية ازاً لازم يكون ايلي في المسألة ان الصيغة دي هي صيغة بنائية او صيغة جزائية او صيغة بسيطة طيب المسألة المسائل بقى بتقول ازاي نعين الصيغة الاولية من النسب المقوية الوزنية يعني هيجيبلك يقولك ان المادة الفلانية بتتكون من كذا وكذا وكذا نسبة المركب العنصر الأولاني كذا والعنصر الثاني كذا والعنصر الثالث كذا احسب لي الصيغة الأولية زي المسألة دي بيقول أوجد الصيغة الأولية عايز مين الصيغة الأولية اللي مبسطة بأبسط عدد صحيح لمركب يتكون من هيدروجين كربون وكلور طيب الكتلة النسبية لكل واحد فيهم الكلور بيشغل 46.3% الكربون بيشغل 47.9% والهيدروجين بيشغل 56.59% هتعملي ايه؟ هو طالب من الصيغة الأولية علشان أوصل للصيغة الأولية عندي 3 خطوات عندي 3 خطوات الخطوة الأولى انك تقسمي كل واحد كل نسبة موجودة على العدد الكتلي لكل عنصر هيقولك علما بأن الكولور بـ 35.5% والكربون بـ 12 والهيدروجين بـ 1 لازم يقولها لك في المسألة إما يديك في آخر الورقة الجدول الدوري وانت تطلع منه العدد الكتلي لكل عنصر طيب اداني في المسألة العدد الكتلي هتقسمي النسبة المقوية اللي مدهالك في المسألة على العدد الكتلي لكل عنصر وحيطلع لك رقم الكولور أسم نسبته على الوزن الكتلي الهيدروجين أسم نسبته على العدد الكتلي العدد الكتلي عفوا الكربون أسم نسبته على العدد الكتلي وطلع لي أرقام همسك الأرقام اللي طلعت لي بعد كل ده وقسم كل واحد فيهم على أقل عدد منهم هما الثلاثة من أقل عدد الواحد وواحد وثلاثين من مية تقومي آيل أن الكولور عبارة عن 1 و 31% يبقى منه زر وحده والهايدروجين طالع لي ب6 و 54% من 100 يبقى هتقسمي ال6 و 54 على أصغر عدد اللي هو كان 131 بعد كده الكربون هتقسميه هو كمان على أصغر عدد يديكي 3 وبعد كده أنت خلاص عرفتي الصيغة الأولية للمركب إن الكربون المفروض 3 يبقى سي 3 الهيدروجين 5 والكلور المفروض منه 1 يبقى 1 طيب عايزين نجيب مثال على الحاجة دي علشان نقدر نعملها الوحيدنا المثال يقول أو فيد الصيفة الأولوية المواكب يحتوي على الاس بـ 20.5 الاس كميته 20.5% والكالسيوم كميته 79.5% إذا علمت إن الكالسيوم 40 والاس 32 قلت عندي 3 خطوات الخطوة الأولى هنقسم النسبة المقوية على العدد الكتلي اللي هو مدهني في المسألة تمام يلا نقسمهم مع بعض الكلام دي إمتى لما يقول لي أو جيد الصيغة الأولية ركزوا معي أول حاجة هتقولي والله الكالسيوم نسبته اللي انت مدهالي 79.5% حقسمه على الـ 40 والناتج اللي حيطلع حيبقى عدد الكالسيوم والسلفر المفروض 20.5% قسمة 32% والناتج اللي حيطلع حيخليه على جمع تعالي نطلع الأرقام 79.5% قسمة 40% حيطلع لي 1.98% 1.98% كده الرقم ده أما 20.5% قسمة 32% حيطلع لي 0.640% هعمل الخطوة الثانية نيجي للخطوة الثانية هنقسم العددين اللي طالعين هنقسم النواتج على أصغر رقم فيهم على أصغر رقم فيهم يلا نقسم هقوم كتب الكالسيوم لو جت أسمت من الصغير الـ 1.98% ولا الـ 640 من ألف أكيد ده اللي أصغر هقسم الكالسيوم اللي هو 1.98% قسمة 0.640 هيطلع 1.98% قسمة 0.640 هيطلع لي 3.0 اللي هو 3.9 من 10 أما الـ S لو أسمتوا على نفسه هيطلع لي 1 الـ S اللي هو 640 قسمة 640 الناتج هيطلع لي طبعا 1 يبقى كده خلاص أنا عرفت ان المفروض الكالسيوم بعد كده هكتب الصيغة هكتب الصيغة بناء على الناتج اللي طالع بناء على الناتج اللي هو ايه المفروض ان الكالسيوم فيه منه 3 طلع لي 3 هيبقى C A 3 والصيغة والصيغة طالع لي منه واحد يبقى المفروض S يعني واحد C A 3 S يبقى دي الصيغة الاولية للمركب بناء على النسبة المقوية اللي انت عطيها لي اصلا في المسألة تمام كده طيب كده احنا عرفنا ازاي نحسب الصيغة الاولية هناخد بعد كده هناخد بعد كده تعيين الصيغة الجزائية من الصيغة الاولية بعد ما قدرت اعرف الصيغة الاولية لازم اقدر اجيب منها الصيغة الجزائية اللي هي دي هجيبها ازاي اجيب ازاي الصيغة الاولية الجزائية من الصيغة الاولية هجيب الصيغة الجزائية من الاولية بيقول انت لازم تجيب حاجة اسمها المضاعف الحسابي اللي هو معدل التكرار طب ده بجيبه ازاي؟ بتجيب الوزن الجزائي المعطى اللي هو الفعلي على الوزن الجزائي للصيغة الاولية المستنتجة يعني ايه؟ يعني لازم بيديك في المسألة الصيغة الجزائية او الوزن الجزائي او كتلة المولية للمركب اللي انت المفروض طلعتله الوزن الجزائي هتقسم الرقم اللي مدهولك في المسألة على الوزن الجزائي للصيغة الاولية هتطلعه بنفسك والرقم اللي هيطلع ده هتضربه في عدد الجزائيات الموجودة. مش قادرة فهم. تعال نعملها مع بعض. شوف المسألة دي بيقول ما هي الصغة الجزائية لمركب وزنه الجزائي كزا. وصغطه الاولية كزا. انا هطلع برا في الملاحظات وانحله. هو بيقول لي ما الوزن الجزائي لمركب وزن الجزائي. هنا بيقول ما ما الصيغة الجزائية لمركب وزنه الجزائي مية وتمانين بوينت بوينت اتنين من عشرة جرام لكل مول. اذا علمت ان الصيغة الاولية للمركب عبارة عن سي اتش تو او. سي اتش تو او. هتعمل ايه? خطوات الحل كالاتي. اول حاجة اولا هتوجدي للصيغة الجزائية دي الوزن الكتلية. او الكتلة المولية. الكتلة المولية او بين كسين كده الوزن الجزائي. هي هي الوزن الجزائي او حتى بين كسين الموليك الارويت. كل ده كلام واحد. للصيغة الاولية اللي هو مديهلك في المسألة. للصيغة الاولية. بيساوي. طبعا هيديك في المسألة ان الكربون باثناشر. والهايدروجين بواحد والاكسوجين بستاشر. يلا نعملها مع بعض. هيساوي عبارة عن هو عبارة عن كربونة واحدة يعني اتناشر زائد. هييدروجينتين يعني اتنين ضرب واحد. زائد اكسوجينة واحدة يعني ستاشر. الصيغة الاولية وزنها اتناشر زائد اتنين باربعتاشر زائد ستاشر تلاتين. يبقى ده جرام. يبقى ده ايه? دي الكتلة المولية للصيغة الاولية اللي انت مدهالي. بعد كده لازم اجيب حاجة اسمها المضاعف الحسابي. المضاعف الحسابي دي الخطوة التانية. المضاعف الحسابي بيساوي. الوزن الجزائي الفعلي اللي هو مدهولك في المسألة الفعلي او الحقيقي اللي هو مدهولك في المسألة مية وتمانين واثنين من عشرة. قسمة الوزن الجزائي للصيغة الاولية اللي انت طلعتيها. الوزن الجزائي للصيغة الاولية اللي احنا طلعناها دلوقتي حالا والنادج اللي حيطلع منهم هنشوفها نعمل فيه ايه 180.5 قسمة 30 حيطلع لتقريبا 6 يبقى ده المضاعف الحسابي هقوم كتبة الصيغة الاولية ده الخطوة التالتة المضاعف الحسابي اللي طلع ده هتضربه في كل واحد في 6 في 6 يبقى المفروض الكاربون عندي منه 6 زرات الهايدروجين عندي منه 2 ضرب 6 ب12 زرة والاكسوجين عندي منه 1 ضرب 6 ب6 يبقى ده المفروض الصيغة الجزائية للمركبة عبارة عن C6 اتش 12 O6 ايه اللي انا عملته جبت اول حاجة الكتلة المولية للصيغة الاولية اللي هو مدهالي في المسألة بعد كده بجيب المضاعف الحسابي باسمة الصيغة الجزائية الكتلة المولية اللي هو مدهالي في المسألة اصلا الرقم ده على اللي انا طلعته والناتج اللي هيطلع هضربه في كل زرة من الصيغة الاولية علشان يديني الصيغة الجزائية في النهاية وكده تكوني قدرت تجيبي المضاعف الحسابي وقدرت تجيبي الصيغة الجزائية وهكذا في المسألة التالية ترجمة نانسي قنقر